مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي قبل الفيطان وكين بعد الفيطان الناس اللي يعطني كي هضروا على الماء وش نعطيهم الماء فوقاش نعطيهم الماء فوقاش نخرجهم مياه كله كوش انشاء الله دي نجاوب عني فضل الحفظ اذا قاع الصغار دي الأرانيب يعني حديثي الولادة اول مرة قدي تولد لكم شي ارنابة شوفوا الارنابة والدات مات حاديوش في الصغار دي لها اولا ما يتقربونهم مش خليهم القادية دي لوش غادي يأكلون لما يأكلوش دكشي في اللي ولكت كل الحليب دي لالأم هدي معروفة تهل الله في الأم يعطيوها شي إما النخالة مخلطة مع الماء دافئ في الصباح يعطيوها مع القادية العسل يعطيوها يعني فيتامينات الناس اللي ما عندهمش إمكانيات مش يديروا فيتامينات يديروا غيء النخالة مرشوشة مع الماء الساخن في الصباح الباكر والعسل هادشي بالنسبة للصغار يعني الله تولدو راه الأم هي اللي كتكون مهتمة بهم ما تحاديو فيهم ما تعقيهم تشي حاجة راه يعني الأم هي قادرة بش يعني تتوكلهم فوقاش الأسبوعين أولين يعني كيبقوا في البيت الولادة كما كتشوفوها انتم مراكينين بويوت الولادة اللي فيهم الألانب يعني ذاقين ما خرجوش ولكن المشكل فين كيكون أن الأنثى كتكون حاملة وهي كتردى اسمو كتولي كتولي يعني ماشي يعني هدوين فرق ما بين الأنثى اللي خليتها وعطيتها وحد الفرصة يعني باش تردع الصغار ديالها تتفطنهم والأنثى اللي الناس اللي كيدلو دورة يعني مباشرة غي كتولد الأنثى كيعطيعوها للضاكار عو تاني كيزوجوها مع الضاكار عو تاني اسمو كيوقع انها ما كتقش هاتم الصغار ديالها بالشكل الكافي لأنها هي عندها أجن اخرين في الكرش صغار اخرين عندها في البطن ديالها اسمو غادي تولي ما كتردعون مثلا نقوله كانت تقدر تردعون في ثلاثة مرات كيلي كتردع ثلاثة مرات وكيلي كتردع جوجو مرات في اليوم اسمو كيوقع لها كيوقع لها انها كتردعون غي مرة واحدة من كتردعون مرة واحدة هم كي الى المرب يطلع عليهم كتولي كيلقى بيلي البطن دياله يعني ما فيهاش الحليب بزاف يعني من كي يطلع عليه كيبلو مشوك شمو يمشوك وهو ان الزغب دياله يكون طالعي هادك مشوك ماشي رع فيه البلد لا رع فيه الجوع عشنو نديرو حنايا العمر ديال العشرين يوم كيما كتشوفوا معايا انا غد نوريكم اذا هادو في عمر ديالهم عشرين يوم عشنو قدرت لهم هادو كنبقى الرميل هم يعني الاكل ديالهم بيت الولادة يعني هاي الام هاليا كتاكل من العلافة وكيلي كي يكنوا معاها من العلافة اراهو مكينين ولكن نبقى الرميل هم هما لداخل باش نساعدهم يعني وخا كيردعوا منهم نساعدهم شوية لوقيتة اللي الرميل هم فيها الماكنة ماشي يعني الفصة رميل هم دابر فصة يابسة ماشي الخضراء ممنوع الاخضر فالوقيتة هادو ان انا مغالي تصابو لكم باسهالات اذا اسمو الفكرة اللي بغيت نشرح وهي ان منين الرميل ها هي الماكلة في العلافة ديالها هي العلافة مباشرة هم الرميل هم علهاش اسمو السبب لانه إلا مشيتي ترميتي لهم هما هي غا تقاد تحقر عليهم و تقاد تضربهم باش تاكل الماكلة اما إلا عطيتهم في نص الوقت هي كتاكل ها هي كتاكل هما كيياكلوا في نص الوقت هما اسمو ها هي دير هما كيياكلوا الاشياء الرقيقة و كيخليوا لها هي الاشياء الغلية هذيك العيدان و هذي ديال الفصة هما كيياكلوا هذي الحاجة الرقيقة اللي بفمهم و هي كتدخلوا كتكمل هذي العيدان هذي و هذي نقول و هذي ربع ساعة ما غدلقاش تحبه في التم هذي لقاهش انه هما كيياكلوا وهي كتاكل بالنسبة الناس كي ترحلوا التساؤلات هشنو نوع الاكل و هش نعطيهم الخبز جاف و هش نعطيهم السيكالي ما تعطيهمش الخبز جاف كارم و ما تعطيهم السيكالي الخبز جاف و فوقاش من يكملوا شهر و غي تدكديك دياله و غي تفرتيك دياله يعني تدكوهم زيان عاد تعطيهم كيميات قليلة لانكيكون باقي و ما تفطموش بسمو كيوقع الناس اللي كي مشو كي يعطيهم بزاف ديال الخبز جاف يعني كارم كيوقع انه كيلقاء الارنة دياله تحجروا بسمو يتحجروا كييوليوا كرش ديالهم قاسحة هذيك موضوع اخر هذا كيولي الارنة بخصك تتعامل معاه باش يقدر يعيش لانكي كيولي صافي الكرش دياله مكتقاش تقدر تدخل وخا كيبغيش ربالما كرشو الارنة دياله مكيهضموش المسيرنات دياله كيكونوا باقي نعاد صغيرين بالنسبة لسمو تعطيهم عطيهم فصة يابسة فصة يابسة شحن موحد كيسوني عليها ارا هي لكي تتعطى الماشية منين تمشيوا للسوق وتشوفوا واحد الناس كيبيعوا واحد تبن تبن راه معروف من لابد ما تلقوا معاه الفصة وتلقوا معا الخرطة اذا هاد الاشياء هادو من لابد ما تلقوهم في السوق هادك الفصة فيها انواع كي اللي العيدان ديالها طوال وكينا اللي العيدان ديالها قصار بالنسبة للالانب عموما كيبغيوا الفصة اللي العيدان ديالها قصار وتما كتدعوش فيها لانا مني كيكونوا طوال الاغلبية كيخليوا ذاك العيدان انتو ما شريوا هاد البائع قولولو اعطينا الفصة الرقيقة يعني الخاصة بالالانب غي غا تقولولو خاصة بالالانب غي قولو هال البائع غا تيعطيكم اللي خاص بالالانب بالنسبة الماء الماء ضروري انه شكرا وعد called اقول لي لا ما معطيوش الالانب الماء انتم ما كتشوفو انا عطيوهم الماء في العشرين يوم الاولى هو مسكن انك يتشعفط و يقلب علي الماء بالاضافة الى الحريب ليال الامب والماء الحقش يبقوا ويشربوه مني كتقول شوية درش حرارة يبتس كسر سافع لابد الإنسان إحنا نحن الضوائد الإنسان من يكون الجو بارد كتلاحظوا أنكم كتقش تشربوا الماء وخواه ضروري للجسم وخواه سكم تشربوا الماء ولكن في الجو الحار كتلاحظوا أنكم كتشربوا بزاف كثر من الحد المياه علاش لأن الجسم كيحتاج المياه هو كيعتك ناقوس خطر كيقولك أنا بغيت الماء هذا هو الموضوع دينا دينا هذا النهار كنظن أنني أهدف لكم ببساطة كيبغيوا الأنانيب الصغار كيفاش تتعاملوا مع الأنانيب الصغار كان شي تساؤلات مرحبا بكم في التعليقات طيبة ديلكم الناس لي ما زال ما شاركوش معنا يشاركوكم أنا قناة غادي بدعم ديلكم كنشكركم على التعليق طيبة ديلكم تكيوا على زر جام باش تساندونا قناة غادي بدعم ديلكم يعني تساندوني ما تنسونيش بزر جام وسكيوا على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديلي إن شاء الله في للقاء في الحلقة المقبلة تساندونيش بزر جامعة تساندونيش بزر جامعة